بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معي في فيديو جديد غادي نديروه الى الخضر اللي كتكون مخللة ولا كيفما الناس كيقولون مرقدة بمهم بحال على حسب المنطقة كيفاش كتقولوا فيها المهم انا غاني وريكم طريقة ديال التحضير كيفاش تحتفظوا بها شحال المودة اللي بكلكم تحتفظوا بها اول حاجة غني نحتاجوا تقريبا كيلو ونص ديال الجازار انا استعملت الجازار من بعد الى بغيتوا نوريكم نوع عخدافرين ديال الخضر خليوا لي تعليق ونوريكم طريقة ديال تخليل ديالها بالنسبة الجازار خديتوا نقيتوا على هات الشكل كيفما كتلكم تقريبا كيلو ونص ديال الجازار انتو ما يمكن لكم تستعملوا ضعف الكمية يمكن لكم تستعملوا نصف الكمية يعني الكمية والقدر غايبقى اختياري لكم من بعد ما نقيت الجازار ديالي على هات الشكل من بعد غادي نقطعو انا غادي نوريكم النوع ديال القطعات اللي باش اللي استعملت انتو ما يلا توفرت عندكم مرحبا يلا ما توفرتش عندكم قطعوهم طريقة عادية مربعات ولا مستطيلات باللي توفر عندكم اه المهم انا غادي نستمر على هات الشكل حتى نقطع الكمية كاملة ديال الجازار من بعد غادي نوريكم طريقة كيفاش انا عندي هات النوع ديال القرعي هو اللي غادي نستعمل اه غادي نوريكم كيفاش طريقة باش تنطفوهم اه الى كان عندكم مرحبا هات الشكل وتعقموهم اول حاجة غادي ندرو واحدة تكسر اللي غادي ندرو فيها الماء غادي تغلى من بعد غادي نوضعو فيها اه القرعة ديالنا حتى تغلى المدة ديال الخمسات العشرات دقيق اه بعد غادي تسهل علينا اننا ننغسلوها انا غادي نوريكم طريقة كيفاش من بعد من بعد ما اه غاديتها المدة ديال الخمسة العشرات دقيق هنشوف ما شو شو معايا يعني كاتسهل معايا فتنضيف اه ما كسوحني ما احتى حاجة من بعد غادي من بعد ما غادي ننظفها غادي نعاود نغسل نشللها ومن بعد غادي ندير ما تاني اه اغلى وغادي نديرها باش تعقم معايا يعني الميمكن ليش نخدم بيها اه عادية يعني خاصة نعقمها في ما اه ليكون تغلى فيه المدة ديال الخمسة العشرات دقيق هنشوف ما من بعد ما غليتها كتعطيها كيكون شكلها بحلاكة كتولي نظيفة اه يعني هنشوف ما يلا بغيتوا تستعملوها اللي عندكم هاد النوع يعني كيكون سهل في الغاسل وسهل في التنظيف بذيك الطريقة اللي وريتكم اه من بعد غادي نوريكم اه اه بعد ما قطعت اه خيزو ديالي هنشوف ما قطعتو الكيميه كاملها غادي نقطع الحامضة غادي نحتاج حامضة ونصف اللي قطعتهم بنفس الشكل اللي قطعت به اه خيزو غادي نستمر حتى نقطع الكميه كاملها ديال ديال الحامض وكيما قلت لكم الى ما توفرش عندكم هاد النوع ديال القطاعات قطعوهم اه بل الطريقة اللي ليش باتكم واللي توفرت عندكم من بعد انا غادي نوريكم المقادير اللي غادي نحتاجوهم باش نوجدوا اه هاد شكل ديال اه الخضر المخلالة اول حاجة غادي نحتاجو في المقادير غادي نحتاجو التوم اليازير اه اه انا النافع عندنا الملح اللي كيكون خاشين اذا عندكم حتى الملح العادي يمكن لكم تستعمله كيعطي نفس النتيجة عندنا الحامض اللي وجدتو معكم وقطعتو على هاد الشكل اه بالنسبة انا اه ما انسيت محتاجش لكم الابزار والخل في اللول ديال الفيديو ولكن اه المقادير كلها غا تلقاوها في صندوق الوصف اه من بعد انا غادي نوريكم انا نيزة الابزار والخل في المقادير اه بالنسبة لهاد الاعشاب اه راها انا استعملتهم في هاد الوصفة يعني يمكن لكم تستعملوا مونسي مات وحد اخرين اه غا نحتاج حتى الماء اللي غا يكون مغليط قريبا كاس كبير ديال الماء اللي غليسوا على هاد الشكل من بعد غادي نستعملوا ضروري غادي نستعملوا في 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 طريقة ديال الترقاد انا غا نبدأ معكم طريقة دابة في داك القرعة اللي اللي اعقمنا كنبدأ نضيف اه خزو كنضيف ليه الحامض اليازير النافع والتوم اللي نقيته على هاد الشكل اذا بضفت نصف الكمية غا نعود نضيف نصف الكمية دياله ديال الخزو وغا نستعمل بنفس الطريقة حتى كنعمر البرتمان ديالي كامل وكنضغط في نفس الوقت باش كننحاول ندخل اكبر كمية ديال الجزار لان من بعد مني كي بدوي يطيبوا معايا كي هبطوا يعني غادي غادي تهبط اه وكي ما كيبقاش عامر حتى الفم يعني كنحاول انني نضغط عليها ونعمر اكبر كمية ديال الجزار والحامض دابة ضفت تاني للابزار اليازير اه غا نضيف من بعد الملح الخاشين على هاد الشكل وفي نفس الوقت دي ما كم قا نضغط حتى نزعمه باش نحاول ندخل اكبر كمية من بعد غادي نزيد ذاك الماء اللي غليت تقريبا كيف ما كتليكم كاس كبير ديال الماء حتى كي يتغطى لي اياه ضروري انه يتغطى لي اه الخضرات ديالي كاملها من بعد ها هو الخل اللي كتليكم مره انا ما عطيتوش لكم من اللوله لكي غادي تلقى المقادر من دبوطة في صدق الواس غادي نضيف تقريبا اه ربع كاس ديال الخل ومن بعد غادي نقفل القرعة ديالي على هاد الشكل وما يمكن ليش نحلها مازال يعني اذا مشيت تنسيت شي حاجة من المقادر ولا ما يمكن ليش نعود نحلها يعني كنخليها كنحتفظ بها هكا كنحتفظ بها هكا حيس الى حليتها غادي يخسر معاي ذاك الشي للداخل يعني كنحاول انني ندير مقادر دفعة واحدة ما بعد مني كنقفلها خاصة نحتفظ بها غادي نعود معكم طريقة اه باش نكبلوا الكيمية ديال 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 خيزو ديالنا اه ناخد غانين باش نوريكم اه شحال القدر اللي خرجت ليه كيلونس اه في في كاس رول اللي درت فيها القرعة ديالي باش تعقم اه في المرحلة اللولة را وريتكم كيفاش تغسلوها ده بغا نوريكم كيفاش تعقموها يعني غانين ديرها في كاس رول حتى تدوز واحد خمسة تالعشرة دقائق من بعد مما كتغلى كتكون ديك ساعة تعقمات معايا ديك ساعة اللي مكلية نستعملها باش ندير فيها اه الحضر اللي غادين نخللها غدا عود معكم طريقة ديال طلال اول مرة اه اول حاجة كان كان وضع خيزو ديالي في في القرعة قنضيف الميلح ديال زير النافع الابزار الخل التوم اللي غادي نكون غادي نقيه هاتو ما شوشتوها الشكل يعني كي يبقى المقدار انتم اختياري لكم غادي نضيف اه خزون بقاعك انضغط على على القرعة حتى يدخل داك المقدار كاملو ديال اه خزون اه فيها من بعد غادي نضيف اه الحامض وغادي نضيف الما الما المغلي اللي انا يا هنتو باغريتو على هاتو الشكل غادي نضيف تقريبا كصغير يعني كي يبقى الحاجة من المهم كيف مكتلكم خاصة الماء حتى يتغطى ليا القرعة ديالي تغطى للخضر كاملها في القرعة وضفت بالباد الحامض وكيف مكتلكم الانسيتوش حاجة ما يمكن لكم شحل القرعة ديالكم يعني من بعد خاصكم تحتافظوا بها في الجانب غادي نوريكم شكل اخر من القرعي اللي يمكن لكم توجدو في هاد النوع ديال الخضر انا هوريتكم هادا اللي كيكون في عندو القفل كيتسد غا نوريكم قرعة عادية اللي يمكن توفر في اي منزل كتشروها يمكن قتاخدو فيها القرعي دوك اللي كيكون فيهم الطماطم المركزة والدي الكون فيتور مهم اي قرعة عندكم في الدار تكون عادية على هات الشكل انا ورييتكم نفس طريقة كنوضعو فيها المقادر ديالنا كاملين من بعد غادي ناخد واحد بلاستيكا اللي غادي نقطعها الله على هاد الشكل اللي غا يكون الدائرة ديالها تكون كبر من القفل ديال القرعى اللي غاني نستعمله لان هاد البلاستيكا هي اللي كتخلي ماذاك اه محيث مع الملحة باش ما ما تصداش لينا لان ضروري الملحة كتقثر على الحديد يعني على القفل ديال القرعى يعني كنحاول نستعمل ديك البلاستيكا باش ما كتكون هي دي دي ملحة اللي كتكون في القرعة اللي استعملناها هانتما يعني طريقة بسيطة اللي يمكن اي واحد يستعملها باش يخلل الخضر ديالو بهالطريقة غادي نكون سالس معاكم طريقة ديال تحضير ديال المخلالات اه تقريبا هانتما قياس ديال ديال القرعي اللي خرجت لي تقريبا را كيلو نص يعني كتعطيني تقريبا ثلاثة ديال القرعي اه غا نحتفظوا بهم في مبلاثة اللي تكون مضلمة اه تقريبا مدة ديال خمستاشر يوم الى كان الجو سخون شوية بحاد هاد الوقت راد الجو شوية دافي يعني ممورة خمستاشر يوم يمكن لكم تستعملهم غادي يكونوا طابوا معانا ما بقاليا الى نقول لكم رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بسحة وسلامة كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة وانه هتنال اعجابكم و الى لقاء في وصفة جديدة تشاء